وهي تحديد 3.5 لبرنامج البلندر تم تنزيل فرش VDM الخاصة بالنحت الجاهز وصارت جزء أساسي من أساسيات البلندر وهذه الميزة أنا أعتبرها ميزة أسطورية بخانة النحت إذا كنت ما تعرف شنو فرش VDM ما يحتاج تحير أنا أقول لك بكل تفاصيل هاي الفرش وش رح تقدر تستهدمها بداخل برنامج البلندر أنصحك أن تكمل الفيديو للأخير على أن تستفاد وتعرف طريقة عملها بالمناسبة أنا أخوكم واحد من محبي ومصممي برنامج البلندر أنا جدا أشكركم لعندها الشاهدون المقاطعي وتتفاعلونوا إياها أوكي خلينا نبدأ ما هي فرش VDM VDM Victor Displacement Map يعني خريطة إزاحة المتجهات بالبداية خلينا نعرف فرش العادية اللي هي Normal Map اللي يسموها فرش Alpha هاي الفرش هي عبارة عن صور تقدر تضيفها بصيغة صورة وعادة ما تكون بصيغة BNG باللون الأبيض والأسود نستخدمنا لنحط تفاصيل على الشبكة طبعا استخدموا هاي الصور لفترة كلش طويلة لنحط على الشبكات عملها الأساسي تنضي ارتفاع وانخفاض على الشبكة اللي تنحت عليها وهذا يخلينا نشوف تفاصيل حسب نوع الفرشات اللي أنت مختارها أما فرش VDM تستخدم خريطة ألوان ثلاثية ثلاثة أبعاد وهذا يخليها تنطي تفاصيل هندسية أكثر والتالي ينطيها ميزة إضافة أشكال ثلاثية الأبعاد للكائن اللي يريد نسوي لعملية النحط فرش النحط العادية هي عبارة عن صورة لون أبيض ولون أسود خلينا نشوف صورة VDM لاحظ أنه الألوان الموجودة في الصورة هي لون أحمر وأخضر وأزرق بهالألوان نقدر نسم شكل ثلاثة الأبعاد طبعا أنا ما تعمقت أكثر في النحط بس هاي الميزة تسهل علي النحط أكثر وتخليني أختصر الوقت تقدر تنزل هاي الفرش المجانية عن طريق موقع بلندر ما عليك أنه تروح على الملفات التجريبية من بعدها تروح على النحط مكتوب عندك فرش VDM تنقر عليها راح مباشرة يحاولك إلى رابط تجينا تضغط على الرابط راح ينزل عندك ملف مضغوط على الكمبيوتر الخاص بك تسوي عملية استخلاج تمام أريد أكد على شغلة أنه قبل لا نبدي هاي الفرش VDM ما تشتغل إلا على أصدار ثلاثة بوينت خمسة وأعلى من هذا الأصدار تمام أعجي هنا أعجي أمسح هذا نيكلين شفت أي وأضيف اليوبي أروح على المعدلات وأضيف معدل ملتي رزيليوشن اللي هو معدل الدقة المتعدد أنا صحك أن نضيف هذا المعدل باستمرار خاصة إذا أنت عندك مشروع نحن نضيف سبدي بجين تكرر أكثر خلي خمسة بثنان تقلل تقسيمات العرض لأن هذا عريدة ما يسبب فيقل على الجهاز وإحنا نشتغل نروح على النحط راح نستخدم هاي الخانات أوكي أقرب شوي تمام أول ما تجي تفتح خانة النحط تلاحظ أن الفرش على جهة اليسار ومجموعة أعدادات راح أستخدم الفرشة الرسم وهاي العدادات عدنا بالشريط الأفقي عدنا عدادات هنا وعدنا عدادات تلقاها بالتولز تمام حسنا أول بداية نضيف الفرشة بشكل يدوي أنا مو بشكل مجموعة في نهاية هذا الفيديو راح هم وقت أقل لك شون نضيف مجموعة فرش أنت منزلها بشكل مجموعة دفعة واحدة البرنامج بلندر نجل هنا إذا تنقر هنا على الصورة تلاحظ أنه صورة واحدة للفرشات الرسم اللي عدنا أوكي أيضا أضيف فرشات ثانية أنا منزلها عدنا أنقر أدد برش تمام صعات عدنا فرشات وأجي أغير اسمها أخليها تنية بردن بشترع يعني هاي تنية استجدتها وراها أروح على التكستر وأنطيها نيو تمام صار عندك خانة سودة وأنطيها حال الخيار راح ينقلك على مكان ثاني بصير بالأسفل تطيها اوبن وراح يفتع عند قائمة راح على المكان اللي نزلت بملف الفرشات أوكي أنا حط بلدي خلننزل هنا هون برش بلندر نجي هنا هذه تكستر نروح تطلع عندك بهذا الشكل هذا تلاعب هذه الخيارات أنا حط على خيار على مد أشوف أشكال الفرش اللي ها راح استخدمه هل استخدم ال هون اللي هو اذن الإنسان راح تنضاف عندك على شكل ألوان مثل ما شرح ناها بداية المقرأ ألوان ثلاثة تروح تجي هنا ترسم تلاحظ أنه ما يصير عندك رسم إحنا لازم تسوي أعدادات خاصة عدد ثلاثة أعدادات لازم نسويها بال النحط تجي هنا تنزل أول خيار تغيره تخليها أريا بلان عن بعثة تفعل هذا الخيار اللي هو فيكتور ديس بليسمينت هذا من تفعله لا تقل البرنامج أنا راح استخدم فرش الفرش الفرش تمام تروح على تحول space إلى chord أعتقد التنقيط هو يسمونه حسن هاي تخليها واحد لأن هي فرش الفرش الفرش صمموها على قوة نسبة واحد تمام هاي تخليها واحد حسن قبل لا نبدي إذا أنت شفت هذا الفيديو مفيد إليك وقدم لك معلومات انطي لايك للفيديو واشترك بالقناة هذا يخلينا أستمر أكثر تمام حسن تجي هنا تكبر بالأف تحاول تنقر كلك يسار أو تكبر إذا تلاحظ نظافة عدنا في الشكل هذا تقدر تتحكم بالدوران مالتها ونت ناقر عليها وتترك بالمكان اللي يعجبك تمام تجي مثلا زغر هنا F تسوي الخيار ثاني تمام هنا F تكبر تلك يسار وتكبر وتضيف أكبر عدد من الفرشات اللي انت دع تستخدم تمام إذا ترجع هنا تلاحظ أنه الصور ثم مشابه شوان أضيف لها الشكل وميز عن الفرشات اللي بصفاء تجي تنقر هنا تلك ctrl z ctrl z ctrl أريد أضيف لها الصورة الخاصة بها تنقر هنا تتحول بهال الشكل هذا تروح على هاي قولة الملف تمام تروح على D تروح المكان اللي نزلت بالفرش أو آيقون آيقونات تنقر على هاي مرتين رح تنضاف عندك تنتظر شوية رح تنضاف عندك مباشرة شوف تميزت عندنا عن باقي الفرشة اللي موجودة وياها تمام حس اللي هنا عرفنا شون طريقة نضيف فرشات بشكل يدوي إذا أنت منزل مجموعة فرشات بشكل مجموعة تنضيف دفعة واحدة أجي هنا على الفايل وأروح على أبيند تمام أروح على دي وين منزل الفايل وين حافظ أنا حافظ إحنا تمام هذا تلقى في هالشكل هذا تفتح البي دي ام تطلع عندك هاي الملفات تختار فرش تحدد هاي كل هن تختار أبيند ونضافت عندك كل هاي الفرش هنا بهاي الخانة تمام حسنا نجي نستخدمها تناظر خلينا بالبداية نستخدم هذا نشوف أوكي مثلا هاي استخدمها مثلا هاي طفي التناظر نستخدم مثلا هاي الفم هذا الفم هاي تستخدم هاي تستخدم كل هاي الفرش مو بس هاي الفرش موجودة ببلندر ماركت اعتقد تقدر تنزل هاي الطريقة اللي تنزل بها مجموعة الفرش بشكل يعني مجموعة البرنامج بلندر لهنا وصلنا النهاية المقطع قبل لا اختم اذا عندك اي سؤال او اي خطوة ما واضحة بخصوص هذا الفيديو اسألنا بالتعليقات انا اجاوب عليها لا تنسى لايك للمقطع والاشتراك في القناة السلام عليكم